طبعاً فيه فرق بين اللغات واللهجات لكن 2200 في العالم عدد اللهجات واللغات في العالم حوالي 6400 الـ 2200 بيمثلوا من 97 إلى 98% من العالم يعني فإحنا طبعاً مش بيكلم عن كتاب مؤدس كامل الأوقات يبقى أجزاء منه إنجيل أو عهد جديد لكن كتاب مؤدس بالكامل مش الرقم ده لكن الفكرة بقى هنا أول ترجمة أوائل الترجمات كانت الترجمة السريانية الترجمة السريانية اسمها البشيطة الترجمة اسمها البشيطة والبشيطة يعني البسيطة دي كلمة بشيطة دي يعني بسيطة كلمة سريانية سريانية بشيطة يعني بسيطة هدفهم كان كده إن كلمة ربنا تبقى واضحة تبقى واصلة هدف اللغة التواصل يعني فهم إيه إن نعمل تأثير إن الناس تفهم الرسالة وربنا من الأول لما استخدم اللغات دي كلها عشان يفهم الناس بدون وسطة بدون محد يفسر فكانت الترجمة الأولى اللي هي البشيطة دي تعاملت سوى تقريبا 150 ميلادية دي أول ترجمة في رأيي أنا أول ترجمة والبشيطة دي كانت لكتب العهد الجديد فقط العهد الجديد العهد الجديد بس وأيضا جيروم بعدها عمل ترجمة لاتينية اسمها الفولجاتا الفولجاتا يعني الشعبية يعني تخيل أوائل الترجمات كان هدف المترجم يبقى بسيط وشعبي دي أنا في رأيي فلسفة لازم الناس وهي بالترجم يبقى عارفين هدفهم مش بس أنه يحفظوا على الكلمة في صعوبتها لكن يوصلوها في معناها وفي سهولتها يعني ده لي بيعمل التأثير وبيعمل التغيير طب يعني هل ده مش ممكن يعتبر يعني لما حاول أبسط اللغة عشان توصل للإنسان المتوسط العادي اللي حضرتك قلت عليه رجل الشارع ده ده مش نوع من أنواع التغيير في النص؟ في رأيي أنا مثلا سيد المسيح لما كان بياخد من العهد القديم ويبتدي يفسر ويبتدي يوضح كتير من الآيات كان أوقات بيزود عليها كلمة واحدة من الكلمات اللي مش موجودة في العهد القديم يعني ليه؟ هو بيختبس من العبري رايح بيها للغة تانية هي الأرامي اللي بيتكلم بيها الأرامي فأنت عشان تاخد من العبري إلى الأرامي أو من العبري إلى اليوناني وعايز توصل المعنى أو أوقات الكلمة العبرية عشان توضح عايزة كلمتين ويمكن ثلاثة فأنت عايز توصل المعنى أنت مش أمين إلا للرسالة أنت عايز زي ما وصلت للقدماء توصل لك بنفس المعنى وبنفس التأثير وبنفس القوة أنت مش أمين للحرف فقط أنت أمين للرسالة نفسها وبالتالي في رأيي أنا البشيطة كانت كده الفولجاتة كانت كده والفولجاتة دي هي ترجمة الكنيسة الغربية استمرت ألف سنة الترجمة الوحيدة التي تقرأ يعني من سنة خمسمية تقريبا قبل خمسمية لغاية ألف وخمسمية هي الترجمة الوحيدة اللي موجودة في الساحة طبعا بتكلم هنا في الغرب طبعا هنا لما أقول هنا أقول في مصر في مصر كان فيه خمس لهجات إبطية عندي خمس ترجمات اللي يعني النهاردة مش لقين الترجمات دي يعني مش قادرين نقبل ترجمات النهاردة بتكلم في القرن الثالث والرابع الميلادي الكنيسة كانت فرحانة الكنيسة كانت قابلة أن يكون عندها خمس لهجات مش لغات ده الفرق بين الصعيدي والخميمة والبحيري يعني دي لهجات مش ترجمات حتى للغات لكن الكنيسة كانت عايزة كده عشان توصل للرسالة بقوة يعني الترجم الكتاب المؤدس في مصر في القرن الثالث والرابع الميلادي فكانوا بيجوا عند الصعيدة ويكلموهم بترجمة ويعملوا بترجمة وبعد ليه يا عفواج البحر لا والخميمة اللي جانبه يعمل له ترجمة والبحيري ترجمة وبتوق مصر والوسطى ليهم ترجمة الترجمات دي مش موجودة أنا عارض لا موجودة موجودة متاحة عندنا آلاف المخطوطات من القبط دي من أعظم الحاجات اللي عندنا واضح إن قدامنا شغل كتير كتير جدا وقدامنا أسئلة كتير وكل لما حضراتك بتتكلم كل لما بنفتح حاجات بتيجي في بالي أسئلة أكتر هنكمل الدراسة بتاعتنا لفهم وتوقير واحترام النص الكتاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة